معنا عبر الأقمار الصناعية من بغدادة دكتور حسام عبدالله مدير المنظمة الأيزيدية للتوثيق مرحبا بك معنا سيد حسام دعني أسألك بداية لأستوضح منك الأمور الغير واضحة اليوم مع خسارة داعش في معركة الموصل هل يمكننا القول أن جميع المفقودين من الأيزيديين الذين كانوا أسرى لدى التنظيم بات مصيرهم معروف أم أن مع وجود داعش في العراق ما زال بمصير البعض غير معروف سواء قتيل أم أسير أم سبايا كما يسمونهم شكرا جزيلا لك ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة أهلا بك بالبداية أنا حسام عبدالله من منظمة الأيزيدي التوثيق بالتأكيد لدي الأمل يحذون كأيزيديين وكعاملين في مجال الدفاع عن حقوق هذا المكون بالأمل يحذون في الإنقاذ والعثور على المختطفات الأيزيديات لدى تنظيم داعش في الحويجة وفي تلعفر وفي مناطق غير محررة في محافظة الأنبار لكون حسب الإحصائيات التي لدينا هناك أكثر من 3300 إمرأة ومختطف ومختطف ولا زال مصيرهم مجهول لحد هذه اللحظة وهو عدد بغير قليل حتى الآن طيب الأعداد التي صدرت عنكم كمنظمة لتوثيق ما حصل مع الأيزيديين أو الأيزيديات عندما نتحدث عن 6000 أيزيدي كانوا مختطفين وعن عدد كبير من القتل 1200 قتيل هل ما زالت تصلكم قصص عن الأيزيديين عن جرائم داعش كيف كان يبيع النساء كيف كان يتاجر بالأطفال وخاصة موضوع الأطفال لأنه معروف عن تنظيم داعش أنه كان يجند ويعسكر الأطفال من كل الطواف ومن كل الأديان ليكونوا كعناصر في تنظيمه في صفوفه ومقاتلين مستقبلا هل لديك أي معلومات إضافية؟ هل رصدتم أي أو وثقتم أي من هذه؟ بالتأكيد نعم بالتأكيد نعم لا زالت التقارير التي نقوم برصدها وتوثيقها من خلال المقابلات التي نجريها مع الناجين والناجياء سواء من الأطفال أو النساء والفتيات تؤكد على صحة المعلومات التي وردت سابقا في تقاريرنا السابقة وأيضا المعلومات الجديدة حول هول ما يتعرضون له بسبب شدة العمليات العسكرية وبسبب التخبط الذي يعيشه داعش هذه الأيام سواء في العراق أو في سوريا بالتأكيد شريحة الأطفال هي من أكثر شرائح المتضررين من أبناء الأيزديين المختطفين واليوم تمر علينا هذه الذكرى الذكرى الثالثة لهذه الإبادة الجماعية التي نسميها إبادة جماعية لكون حسب المعطيات التي لدينا بأن داعش كان لديه النية الواضحة وحسب التقارير الأممية كان لديه النية واضحة في إبادة هذا المكون بالإضافة للركن المعدي هناك الركن المعنوي وهو النية وأيضا الجرائم التي اقترفها تتطابق وما جاء في نص المواد التي جاءت بها جريبة منع الإبادة الجماعية على المستوى الدولي شريحة الأطفال شريحة متضررة جدا واليوم تم إنقاذ إحدى الطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها سبع سنوات منذ ثلاثة سنوات بالتحديد كانت مختطفة في ثلاثة آب 2014 والذي أنقذ هذه الفتاة بقينا نبحث عن من هم أهلها لأنها بسبب ما تعرضت له خلال ثلاثة سنوات نسيت حتى لغتها الأم ونسيت اسمها وأسم والدها ووالدتها وتتحدث باللغة العربية الفصيحة وأصبح بالنسبة لدينا نعتبر هناك مسح لأفكارهم وعادت دماغهم بشكل آخر بالتالي هذا دليل واضح على شدة هذه الجرائم التي ارتكبها داعش بحق المكونة الأيزيدي بالتأكيد نتمنى السلامة للجميع والمأساة كبيرة شكرا جزيلا حسام عبدالله مدير المنظمة الأيزيدي للتوثيق متحدثا إلينا مباشرة عبر الأكمار الصناعية من بغداد ترجمة نانسي قنقر